كشف المدير العام لشبيبة القبائل في تصريحات لتلفزيوني النهار كشف إلى أن الأخيرة قد قررت بنسبة شبه رسمية اختيار ملعب الخامس جوليا لاحتضان مباراة ربع نهائي كأس الجمهورية أمام اتحاد البوليدة في اختيار غريب انطلاقا من رفض إدارة الكناري على الأمر في وقت سابق قبل أن تردخل الأمر الواقع على أن يتم تحديد موعد المباراة لحيقا والذي لن يتجاوز تاريخ 27 مارس المقبل مبرزا بأن هذا الاختيار تم الأخذ به لمصلحة أنصار الشبيبة